بداية كنت عايز اسألك عن اسمك الاسم ابوغفار بكر محمد السن؟ السن خمسين سنة ربنا يديك الصحة الله يكريمك يا باشا اسم المزرعة هنا ايه؟ مزرعة بني عدي مزرعة ابوغفار بكر كنا عايزين اتعرف منك على الظروف الملاخية في المنطقة هنا نشرح لنا شوية عنها الجو حار برد الجو هنا لها الجو معتدل يعني حلو معتدل طبعا في الصيف فما تبقى معروفة الحرارة شديدة شوية لكن في الشتاء معتدل بالنسبة اللي هنا برضو نوع التربة هنا التربة طينية جيدة الصرف لو تعرفنا هنا اكتر اكتر حاجة بتركزوا عليها في الزراعة هنا ايه؟ اه بنزرع ايسون وحبة بركة برضو بنزرع وبصل الحاجات يعني المحاصيل العادية بس بنركز على حاجات اللي هي بتاعت سيكم كنت عايز برضو لو تقول لي ايه الاختلاف بين المزارع هنا الخاصة بيكم والمزارع التانية اللي حداكم هنا بنجيب السابق اللي هنقول عليه كومبوسط ده بنزرعو وبنديونا هم في الشركة حاجات كده نرشها عشان تبقى حاجات حية ويعني محاصيل حية وما فاش اي حاجة وماش اي مبادل والبزور بتجيبوها منين؟ برضو الشركة بتديني او بتحاولنا على حاجات الشركة بدينا بزور جيدة يعني تقريبا يعني الشركة بتغطي كل حاجات؟ بتغطي كل حاجة بتغطي اه في عندكو هنا مشرفين او مهندسين بيتابعوكو من الميشيل تكسيكم؟ اه عندنا البش مهندس محمد والبش مهندس عبد الرازق معنا على طول متابعين طيب كنت عايز اعرف منك عدد افراد المزرعة معاكم واحد شغالت المزرعة هنا؟ والله فيها افراد كتير بس يعني بيبا عمالة متنقلة حسب الاحتياج يعني بنحتاجها عمالة يومية توصلة؟ ايوه يعني كل من احتاج نجيبه عمالة يومية كنت عايزك برضو لو تتكلم شوية عن المزرعة هنا امت من امت بدأت ومن امت اشتغلت في الحيوي؟ والله احنا طبعا الحاجات دي ورسينها عن اباءنا بس احنا من خمس صاهر سنة واحنا مع شركة سيكم كنا بنورد بصل المصنع اللي هو في المينيا وبنورد ايسون وحبة باركة وحلبة من خمس صاهر سنة بالظافة طب بالنسبة للزرعة الحيوية هل في حد تتعلم منك حد فكر يطبق؟ ايوه كتير كتير موكل جراني واخواتي واني انا مش واحدة قائم ده جراني وشركاتي والدعمي والدعمي ومن البلد بياخد الفكرة وبيطرحوها كنت عايز اعرف منك هدف المزارعين في الفترة القادمة؟ والله ان شاء الله في تقدم يعني كله بيتعلم من بعضين مثلا حاجات حيوية كله بيتعلم من بعضين انا بقول له وبرشله بذكره ده بذكر ده وده بذكر ده فحاجة جميلة يعني ان شاء الله يعني في تقدم شكرا عم عبدالله العفو يا بشرة حصة البلكة بيكم شرفتونا انتم ورجلاتكم والله شكرا شكرا